السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتي مع فيديو جديد وصفة جديدة كما تشوفو سوف نصيب معاكم الروز باللحم كي جيبنين وسهل وبطريقة بسيطة يقدر اي وحدة تصيبوه و سوف نسوقو بالفواكه الجافة عسلتها سوف نريكم الطريقة كيفاش كان عسل هاد الفواكه الجافة بدون ما تفقد اللون ديالها وتزيدها واحد البننة اللي هي رائعة و كما كتشوفو الطبق النهائي كيكون على هاد الشكل باش تعرفوا على الطريقة و المقادير كملوا معايا الفيديو حتى الاخر اذا هنه غا نحتاج الرابعة ديال الروز غلاسي ماشي الروز العادي اذا هنه الكميه تقدروا تبدلو فيها تنقصو فيها و تزيدو فيها على حسب الافراد هنا نص كيلو ديال الحم تهو تقدروا تزيدو فيه و تنقصو فيه هنا الالحم ديال المعزيلي استعملت بصلة مفرومة واحدة و هنا تقريبا كأس الى ربع ديال الزبيب هنا العطرية ستعمل الكزبرة و الحرقوم و السكنجبير و الملحة و التمى فقط تقدروا تزيدو الابزار تهوى و هنا واحد شوية ديال القزبور هاده هما المقادير و منساش واحدة نص كاس ديال الزيت العود الابنات تقدروا تبدلوها تديرو فيها زيت المائدة ولا الزبدة ولكن انا كنفضل زيت العود هناخد واحدة طنجرة ديال الضغط ضروري هنه هنه هنستعمل الكوكوت باش تغياء يطيب لي ذاك اللحم هاده هاده هو الا فونتج اللي كين في هاده الاوكلة لان هكا طيب في سع هنه هنه هنكوب الزيت اللي عندي اللي هو نص كاس ثم غنزيده في هاده كل العطرية فقط الملح اللي غنزيد باش نشحر في هاده كل اللحم بزيان و ندخل بها هاده كل مليحه بزيان و كنبدأ نزيد في اللحم كما كتشوفه معايا و نخليه اطشحر شوية غير ندخل مع هاده كل ملوحية و كنبدأ نحرك به هاد طريقة لان زيت العود وخاه ككرا كتلصق مهم هنه كما اشتو معايا دخلت مع شوية الملوحية و هنه ها هو شطاب من واحد جهه هنقلبه على الجهة الاخرى عطب شوية مشي طاب يعني دخلت مع الملحة و الزيت سوف نزيد هذه البصله لشلط و نخلط المكونات و نزيد كذلك باقيه ديال العطرية اللي فيها الحرقوم و الكوزبورا يتقدروا من تديروه هاش و تقدروا عندكم بزار تديروه و كذلك سكنجبير و الملحة و تحضروا و التومة و لم تقطعها باش باش مطلقش لي لبننا مجهده و كي نجد لكم الاختيار تقدروا تقطعوها كما كتلاحظوا معايا تشحروا المكونات عندي كاملة كما كتشوفوه فهذا الأثناء انا فاش كنت بديت كن صايبة كن شحر الحم كنت حطيت الماء يسخن اللي غنزيد على هاد الحم اللي غايتب فيه الحم لان الزيت الماء السخون بحيي قلتوك يهرس دك الجهد ديال الحم و بكي خليش اطيب بسرعة اذا انا ديما في جميع حتى فطاجين كل شي كنستعمل ديما مسخون باش يسرع العملية ديال الطياب و هذيك القبطة ديال القزبور يعني عصغورة غنزيدها على هاد المكونات و نسد الكوكوت و نخليها واحد المدة ديال تقريبا عشرين دقيقة و لا حسب اللحم إلا كان اللحم صغير راح ضغياء غايطيب و لكن شوية كبير راح يحتاج لكم واحد المدة اذا نسد عليها و فهذا الأثناء فاش كنخلي اللحم يطيب غناخد وديك الكمية ديال زبيب اللي عندي تقدروك دائما هاد المكونات كاملين على اختياري الكمية مهم الطريقة هي اللي خاصة القصحيحة هنضروف شوية ديال الماء باش يترقد يعني باش شوية يطلق و غنخليه على جنب و نتسن المود دفشة باللحم و دا بكي ماشته معي حليت الكوكوت اللحم ديالي طاب عشنو غندير دابا هنزلها من فوق العافية و نحاول نعزل ذاك اللحم على ذاك الماء يعني نصفي الماء بزيان البنات اذا كما اشتو معي اخدت واحد بصل و نعزل فيها ذاك اللحم ذاك اللحم و من اللي نعزل اللحم غنصفي هادك الماء من هذه البصلة باش يخلين بقليعي الماء صافي ببحده و فش غنرد الروس كما كتشوفوا معي فش غنرد الروس كما شتوه راهو طايب فشتو يعني المعلقة كا تضغيك يدخل في هذا اللحم يعني راه طاب بزيان صافي كما شتو معي كنعزله في واحد بيصيل سوف نصفيه بشكل صفائي سوف نقوم بشكل صفائي نحن نأكد عليها في الماء و لا نصد على الكوكوت نجعله طيب عادي نجعله بحل جميلة و صافي الروز القراصي يطلق تأخذ ميقلات و اضع معلقة الزبدة و تحرك في هذا الروز حتى يتبدل من ديال و يحمع و تحرك الماء و تقوم بحل جميلة و نجعله ناجحة تحرك في زبدة ماء و تحرك كوكوت و نجعلها نجعلها و نضبط الزبدة و نضيف المكونات كاملة و ننقل و نجعلهم يطيبوا على مهل نستخدم الطريقة في التعسن الاناناس والمشماش نستخدم كاس عمر عصير الليمون وبرتقال نستخدم جوج معلق سانيدا هذا الليمون يجعل لون المشماش نستخدم القرفة يستحسن العواد لهم لكي يكون المشماش يكون المشماش يكون المشماش نستخدم تقريبا كاس المشماش نستخدم كاس كامل المشماش نستخدم الكل على العافية نقص العافية لبنت قليلا لكي لا يتحرق كما اشتروا معي الروز ستطاب وصافي كما اشتروا معي وكما اشتروا معي لا تشج نهائيا وحبيبة الروز لا تصقش مع بعضياتها كما اشتروا مع بعضياتهم هذا هو السر لا تصدوش على تنجرة حيث كما اشتروا بعض الاخوات يصدو على تنجرة ولا تصدو على تنجرة بسببه يتحرق الروز في الأسفل وكيتلسقوا الحبيبة للروز اذا هنا سالة طياب ولطاب الروز نقدموه في الطبق النهائي كما اشتروا معي نحاول نقرب لكم الكاميرا على جنب لكي يبال لكم هذه الحبيبات هي نأخذ المعلاقة تلصق كما نجتكم الطريقة هي ندير hinما اصلت على مقلات ونركب الروز كامل اضح yükم ونحرك حتى ينشرف الرز كي يأخذ تبدل الروز ونزيد على الحم اللذي كنت اضعت كما نبدأ لكم نضع الروز في الطبق النهائي إذا هنا اللحم اللي كنت عزلت راح حطيته في واحد يعني واحد المول ولا واحد طواع ودهنته بشوية زبدة ودخلته الفران وشعلت ليه من فوق ومن تحت ومدوع عطفت ليه من تحت وخلت غير فوق باش ياخد داك اللون ديال انه بحلي لمحمر بحلي لم شوي ولا بحلي لمحمر هاد او هاد يعني طريقة اختيارية تقدروا تحمره تقدر ما تحمره ولكن انا كنفضل داك انك هادية زبدة تزيد واحد المعداق رائية لهات الطابق وصافي داك البقايا ديال البصلاته هما كنزيدهم حيث هما رايبنان ويسيدوا البنة ديال الاروز اذا من بعد ما سليت اللحم اللي حمضرته في الوسط سناخد داك الفواكه لعسلت المشماش والاناناس سوف نزوق بهم هالطبق ديال الاروز سناخد داك الفواكه لعسلت المشماش والاناناس سوف نزوق بهم طابق كما تبقى 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 بقى المشماش implemented ذات داك الفواكه لعسل وعسلت كمية المشماش وذاتة يرضى اكد تبقى واحد اللبغيونس بلابغه الفواكه فش نزوق بهم كما تشوفوا معه سوف نزوجه مع الكاميرا سوف نبقى القايا و الشمكة الليمان وسوف نضحنا بقية اللوز المهم كدركم لدخل القرقا عبارة مهم انا نغير قررقا فى العسلة ثم ننزل فوق العافية لكي يعطي Philo فاهم يرصم قواعدا هذه القرقا كمية قليلة نرى الفوق العافيا سوف يذهب قينتها هذا هو الطابق النهائي نتمنى اعجبكم وصراحة يجبها الكابسولة الشرق يعني ذاك الاروس ديال لمساتي بطريقة ديال يعني كي يدرب اللحم راح نفس البنات نفس النكها نفس المذاق كي يجي رائع نتمنى تجربوه ولا جربته شاركوا معنا واش الوصفة ديال ناجحة واش المذاق ديال اشتركوا معي لك انتوا اول مرة تزروا القناة ديال وفعلوا جرس بس يوصلكم دائما كل جديد وعملوا لي لايك الفيديو الى عجبكم وبرتجيه مع احبابكم والاصدقاء ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الى فيديو القادم ان شاء الله